اهلا بكم من جديد اعلن من الشأن المحلي عفوا نبدأ حيث اعلن المصرف البحرين المركزي بانه تم تقطية الاصدار رقم 9163 من اذونات الخزانة الحكومية الاسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين وتبلغ قيمة هذا الاصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الاذونات 32.2% مقارنة بسعر الفائدة للاذونات للاصدار السابق بتاريخ الثامن من فبراير 2017 حيث بلغ 2.20% وقد بلغ معدل سعر الخصم مشاهدين 99.441% وتم قبول اقل سعر للمشاركة بواقع 99.419% علما بانه قد تم تقطية الاصدار بنسبة 100% كما بلغ الرصيد القائم لاذونات الخزانة مع هذا الاصدار ما قيمته مليار و785 مليون دينار بحريني أعلن بنك انفست كورب عن نتائج الستة أشهر المنتهية في الواحد والثلاثين من ديسمبر 2016 هذا وقد وصل انفست كورب تحقيق أرباح تجاوزت 35 مليون دولار مقارنة مع 51 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية لعام 2016 أي بتراجع بلغت نسبته 30% فيما انخفض اجمالي الدخل من العمليات التشغيلية للفترة ذاتها إلى 153 مليون دولار مقارنة مع 178 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016 وقد وصل اجمالي قيمة عمليات التخارج والتوزيعات الأخرى لانفست كورب وعملائه إلى مليار و100 مليون دولار أي بنمو نسبته 123% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كما حافظ اجمالي الدخل التشغيلي باستثناء استهلاك أحد الاستثمارات العقارية على قوته عند 170 مليون دولار هذا وقد سجل بنك انفست كورب مشاهدين فترة من النشاط القوي على كافة مستويات أعماله سواء من ناحية أنشطة الاستحواذ أو من ناحية الأداء والعوائد الاستثمارية وعمليات جمع الأموال وقد نجح انفست كورب في إتمام الأغلاق الأول لصندوق التكنولوجيا 4 ليستكمل نجاحات أول ثلاث صناديق استطاع البنك من خلالها تحقيق سمعة قوية كأحد أبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا وفي موازات ذلك وصل قسم الاستثمارات العقارية نموه عبر تأسيس فريق استثماري متكامل في أوروبا إلى خبر آخر حيث أوصل مشاركون في النسخة السابعة من مؤتمر البحرين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميت آي سي تي الذي عقد جلساته خلال الفترة من السابع إلى التاسع من فبراير الجاري بتعزيز تطوير التشريعات الوطنية للدول العربية وذلك لمواكبة التحول السريع نحو تطبيقات ما بات يعرف باسم الحوسبة السحابية والتحول الرقمي وطبعا المشاركون في المؤتمر شاروا مشاهدين إلى أهمية الارتقاء بتقنية الحوسبة السحابية في مجال إدارة وتخزين البيانات وما يمكن أن تساهم به في مجال خفض النفقات للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والناشئة وفي كافة القطاعات الاقتصادية لافتين إلى أن هذه التقنية قد أحدثت في الأون الأخيرة وساهمت في تحسين فعالية التكلفة والوقت وتحفيز الابتكار وزيادة المرونة عند القيام بالأعمال وقفتنا الآن مشاهدين مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة مشاهدين من أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم حيث سيطر اللون الأخضر كما هو موضح على الشاشة على جميع أداء البورصات الخليجية باستثناء سوق دبي المالي والذي أغلق عند مستوى 3645 نقطة أي بانخفاض بلغت نسبته مشاهدين الربع نقطة مئوية فيما سجلت السوق المالي السعودية ارتفاعا بلغت تسبته 0.58% وكذلك هو الحال بالنسبة لبورصة الكويت والتي أغلقت كما هو موضح عند مستوى 6814 نقطة أي بارتفاعا بلغت نسبته مشاهدين 0.94% ونأتي لأداء سوق أبو ظبي للأوراق المالية والذي أغلق عند مستوى 4596 نقطة أي بارتفاعا بلغت نسبته 0.53% كما هو موضح مشاهدين في الشاشة ونأتي لسوق مسقط للأوراق المالية والذي أغلق عند مستوى 5831 نقطة أي بارتفاعا بلغت نسبته مشاهدين الربع نقطة مئوية أما بالنسبة لأداء بورصة قطر فقد أغلقت عند مستوى 10731 نقطة أي بارتفاع بلغت نسبته 0.57% ونأتي أخيرا مشاهدين لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1321 نقطة أي بارتفاع بلغت نسبته مشاهدين 1% وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 4.520.000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1.220.000 دينار تم تنفيذها من خلال 97 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 683 ألف دينار تقريبا أي ما نسبته 56% من القيمة الإجمالية للتداول ترجمة نانسي قنقر